نحن حكينا كتير طبعا في الحلقة اللي مضت تكلمت عن السيفن سيز خلاص صارت الكلمة يعني دخلت جوا اللي هي الأزمنة وكيف الله بيتعامل ومن بدء الخليقة الخليقة الكاملة للسقوط لمجيء المسيح ثانية وذكرت أنه كل شيء مرتبط في بعض وأنه السفر التكوين أنه هو أساسات الإيمان المسيحي مرة تانية ليه بتعتقد هذا الشيء؟ لأنه لو شلنا سفر التكوين من الكتاب المقدس إلا هيحظل مش هيبع عندنا فكرة إزاي الخليقة تمت مش هيبع عندنا فكرة عن الله الخالق مش هيكون عندنا فكرة عن الخلق المتميز للإنسان مش هيكون عندنا فكرة عن السقوط عن طفان النوح اللي أثر على طبقات الأرض والحفريات مش هنقدر نفهم العالم اللي احنا عايشين فيه لو ما عندناش هذا السجل الدقيق الصادق اللي سجلوا الوحي في سفر التكوين مش بسيك يعني كله مرتبط في موضوع الخلاص بالزبط كده يعني ما فيك تنكر شيء أو على حساب شيء تاني بالزبط كده لأن لو أنكرنا أنه ما فيش آدم يبقى مالوش ابن يبقى مالوش إبراهيم مالوش داود ومن ناس لداود جاءت السيدة العزراء مريم فمعنى كده لو أنكرنا آدم بنهد كل هذا الهرم مرة واحدة وده اللي بيحاول طبعا أنت بتتكلم عن مجيء المسيح كابن الإنسان بالزبط كده المجيء الأول عشان يكون الفادي عشان يكون حمل الله الذي يرفع خطية العالم وكان لازم أنه يأخذ جسد هيأتلي جسدا عشان يقدم ذبيحة كاملة على الصليب وبموته وقيمته يعطينا حياة جديدة اشتركوا في القناة